السلام عليكم. ازاي اوكم? اخبار جديدة واخبار مهمة والحقيقة في خبر كده محدش واقف قدامه. احنا النهاردة في اليوم التسعة وعشرين في حرب غزة. الحقيقة ان الحرب دي اسرائيل قلقت عشر تلاف قذيفة على قطاع غزة. وبعدم قولها اسبعني الاعلام الامريكي بيقارن القصف الاسرائيلي على قطاع غزة في الوقت الصغير ده. اا والمساحة الصغيرة دي بيقولك ان هو ما يوازي اتنين كمبلة نووية. يعني القصف اللي تم على غزة ده يوازي اتنين كمبلة نوية. والحقيقة ان الموضوع خطير جدا ليه? لان لحد دلوقتي العملية الاسرائيلية في قطاع غزة فشلة. ليه? الهدف الاساسي من العملية دي هو الافراض عن الرهائن. فين الرهائن? طب الهدف التاني? القطاع على حماس. هل تم القطاع على حماس? النهاردة الاعلام الاسرائيلي بيكشف مفاجآت خطيرة جدا هو والاعلام الامريكي. حتى رويترز النهاردة بنزلها تقرير بتقول لك الظاهر كده ان في مفاجآ ضخمة جدا للجيش الاسرائيلي داخل قطاع غزة. برضو الموضوع موقفش عندي انا. مبارح رويترز التقت صورة مهمة جدا لوزير الخارجية الامريكي انتوني جلينكن. وعلى فكرة الصورة دي حصرية للمصور بتاع رويترز بدليل ان هم حطين اللوجو بتاعهم. وقال لك ده احباط وزير الخارجية الامريكي بعد لقائه بالاسرائيل الصهاينة. ايه ما حصل مبارح? وبيت جديد. وهل تنهار اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل? ولا لا اخبار كتيرة واخبار مهمة جدا. بس شو اقول لك عليها واكشيف لك تفاصيلها? لازم اقول لك تقصم لو. القصف الاسرائيلي الان يطال بحسب مرسلنا في القطاع يطال منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية. اذا طائرة مسيرة اسرائيلية تقصف بصاروخ منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية. قبل اكشف الموضوع قبل اكشف لك التفاصيل خليني اقولك ان احنا معنا راعي قوي جدا ومحترق جدا وهو تشينج مي. حقيقة تشينج مي هو تجربة شخصية. انا من سنة بالزبط رحت وعملت عملية زراعة شعر داخل مصر. والحقيقة كانت كل ترشحات وقتها ان لأ اطلع برا اعمل عملية برا. انا اخترت ان اروح اعمل عملية زراعة الشعر داخل مصر لاني لقيت التكلفة تقريبا اقل من نص التكلفة اللي برا. تاني حاجة المركز ده هو صديق مقرب لي هو اللي قال لي عليه. وقال لي كل الناس عمالية تشكر في المركز تشينج مي وان الناس كلها اللي رحت عملية عمليات زراعة شعر هناك مبسوطين من النتائج جدا. حقيقة انا النهاردة مش بعلن عن راعي انا جاي اقولك بالزبط اللي حصل معايا ان من سنة لحد دلوقتي عايز اقولك ان النتائج مبهرة للغاية وما فيش اي اضرار او اي حاجة سلبية. دي تجربة شخصية وفر فلوسك ووفر وقت. وهتلاقي المركز قريب منك جدا لان هما اصلا موجودين في مصر. مش بس كده. مركز تشينج مي عايز اقولك ان هو عنده افضل الدكاترة الموجودة. وهو مركز متكامل لعملات تجميل كلها. سنة بقى باطكس مش باطكس كل انت عاوزه هتلاقيه هناك. تشينج مي هو مكان الصح. سيب الحلقة اللي بتاعهم اسفل الفيديو لو حابد تابع معا. نخش في الموضوع على طول. نخش في الموضوع على طول. الجديد اللي معنا النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة لحضرتك واول مرة هتسمعه فيما يخص حرب غزة اول حرب اللي بتدور بين اسرائيل وحناس. الحقيقة الموضوع اه اليومين دول مختلف جدا. وخلي بالك ان احنا منتكلم على اه حرب قاسية. بس في كم خبر? حضرتك لازم تعرفهم بشكل جيد. لازم تعرف. ان جو بايدن وقرار جو بايدن بدعم اسرائيل الاعمى هو قرار بيخالف كل المواثقة الدولية وحتى بيخالف سلوك رؤساء امريكا السابقين. يعني خد بالك مفيش رئيس امريكي وقف الموقف ده وزارة اسرائيل وقت الحرب وبعت كل المندبين بتوعه لا اه اسرائيل لدعمها في الحرب. ما حصلش الدعم الاعمى ده ما حصلش. بس في لازم تعرف ان حتى في اه السياسة الامريكية والداخل الامريكية هم معترضين على السياسة دي. طب مين اللي معترض? الناس اللي شغالين مع جو بايدن. هتيجي تقولي على فكرة الكلام ده ما حصلش. هقول لحاجاتك اكسيس النهاردة منزلها تقرير في المنطقة الخطورة. بيقول لك على فكرة في موظفة في وزارة الخارجية الامريكية اسمها سيلفا يعقوب. سيلفا يعقوب بتشتغل في وزارة الخارجية او خلي بالك اه الدبلوماسيين عامتا بيبقوا زي الجنود بتوع الجيش. ماشي? بس الدبلوماسيين مهنتهم تبقى. تبقى اكفر قصوة. ليه? لان الدبلوماسي على حسب برضه اكسيس وعلى حسب اكتر من صحيفة. الدبلوماسي بينفز مهام ممكن ما يكونش مقتنع بيها. يعني الجندي اللي عجبها ده مقتنع ان هو بيدافع عن بلده. هلس? انما الدبلوماسي ممكن يكون بيحاول يقنع اطراض او يقنع مؤسسات بحاجة هو مش مقتنع بيها اصلا. فشكلنا صعبة جدا. سيلفا يعقوب بتشتغل في وزارة الخارجية والحقيقة انها بتاعت تستخدم قناة اتصال اسمها ايه? اسمها ديسنت كيبل. ايه ديسنت كيبل? بص بعد حرب في اتنان اه وزارة الخارجية الامريكية اه عملت قناة اتصال بينها وبين الرئيس الامريكية على طول. القناة دي المفروض الدبلوماسيين في وزارة الخارجية بيستخدموها لاعتراض على اوامر رئيس. بس بينه وبين رئيس. مش في الخارج مش في العلن لا. بينه وبين رئيس. كل شوية يكتبوا كده معترضين. كان ابرز الاحداث ان الدبلوماسيين في وزارة الخارجية الامريكية استخدموا اه ديسنت كيبل ده. اه للاعتراض على اوامر رئيس هو وقت الانسحاب من افغانستان. شافوا ان عدد قتلة بتاعت الجيش الامريكي كتيرة عدد ضحايا التخلي عن اه المتعاونين مع الامريكان بشكل كانفج. اه فتلتاشر دبلوماسي امريكي استخدم ديسنت كيبل ده لانتحدث مع الرئيس او ايصال رسائل اعتراض للرئيس. سيلفيا عكوب استخدمت نفس الديسنت كيبل وارسلت رسائل كبيرة جدا وحتى طلبت اه الدبلوماسيين الخارجين ان هما يوقعوا على نفس الوثيقة اللي يحطها في الديسنت كيبل عشان تبعتها الرئيس. نصري. الاعتراض على سياسة امريكا في الدعم الاعمى تجاه اسرائيل. ما ينفعش. انا بقول لحلالك دي دبلوماسية امريكية. هس. ظهر كده ان الرئيس امريكي يعني ما ما عجبتهش الرسالة اوي. اه ما انصتش ليها اوي. طيب. اعز اقول لحلالك ان اه سيلفيا يعكوب ما سيكتتش. اعز اقول لحلالك ان هي اعترضت كمان على لقاء نائبة الرئيس كامالة هاريس اه بريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني. والكامالة هاريس ساعتها اعلنت ان بريطانيا وامريكا بيقيدوا حق اسرائيل للدفاع النفسها. سيلفيا يعكوب لقت ان كل الرسالة بتبعتها على ما بتجيبش نتيجة. راحت لبرنامج سري مخصص لوزارة الخارجية الامريكية يعني خلي بالك. اللي انا بقوله لك ده الديسنت كيبل بيتطلع عليه اه الديبلوماسيين الامريكان كلهم. في برنامج تاني او قناة الاتصال تانية في امريكا اسمها كلاس نت. كلاس نت ده برنامج سري او محادثات سرية. بين الديبلوماسي بس رفيع بمستوى والرئيس امريكي. اسمه كلاس نت. خلي بالك اللي اقول لك ده كله من اكسيس ده مش كلامي. خلاص? فسيلفيا يعكوب بعتت الرسالة للرئيس امريكي باستخدام كلاس نت وما رضش عليه. بتعترض يا رايس اللي انت بتعمله ده غلط. ما بيسمعش. عملت ايه? الستة بتمنزلة على تويتر. خلاص? وابدت اعتراضها. وكشفت بالضبط محتوى الرسالة اللي هي بتبعتها الرئيس امريكي وهي بتقول له ايه? انت بتشارك في المجزرة اللي بتحصل في غزة. يا الستة مكادش بتعترض فقط. دي بتقول له انت بتشارك. ايدك مليانة دم. انت بتسمح بالمجازر. يا جماعة احنا بنتكلم على عشرة تلاف شهيد. احنا بنتكلم على قصف مستشفيات ومدارس. احنا بنتكلم على نصف مساجد وكنايس. النهاردة ضربوا جامعة الازهر في غزة. ايه اللي دخل جامعة الازهر في الحرب? ما تفهمش. كل دول رئيس امريكي بيحمي اسرائيل ومحتش يجنب اسرائيل واسرائيل تعمل اللي هي عاوزاها. والتسعة وعشرين يوم قصف متواصل لأهالي غزة. فسيلفيا يعقوم استقالت. بعد ما حط التجارية بتاعتها على تويتر. وحاجة اقول لك ان وزارة الخارجية الامريكية من الداخل مقلوبة بشأن استقالة سيلفيا يعقوم. ليه? لان دي تاني استقالة في وزارة الخارجية الامريكية. خلي بالك قبل كده جوش بول موظف في وزارة الخارجية الامريكية برضو استقال. وخلي بالك جوش بول ده اه حد مربوك في وزارة الخارجية الامريكية. لان الراجل ده بيشرف على نقل الاسلحة للدول الخارجية. جوش بول استقال وقال لك اللي بيحصل تجاه اسرائيل ده ما ينفعش. وده بقى ايه? ده مش عربي. يعني سيلفيا يعقوب اسمها فيه نوع من انواع اه الاصول العربية شوية. انما جوش بول ده امريكي امريكي. خبس? الراجل ده قال لك اللي بيحصل ده يعني زيادة عن اللزوم. ووزارة الخارجية فيها آآ على بالك كده. انا الخبر اللي نزل في اكسيس موقفش عند هنا. تكملت المقالة هي اللي في فونتها الخطورة. بيقولك ايبقى بيقولك العاملين داخل البيت الابيض. ابتدوا يحتاجوا على تأييد جو بايدن لاسرائيل بشكل كبير. يعني حتى الامريكان. بقول لك المظاهرة او الاعتراض في وزارة الخارجية ضخل. الناس بتقدم استقالة. بتسيب شغلها. بتقولك انا مش نشارك في المجزرة دي. انما يوصل الحال ان الموظفين داخل البيت الابيض نفسهم يعترضوا على سياسات جو بايدن. انت بتدعم اسرائيل بشكل جنوني. انت بتخالف كل المواثيك الدولية. الناس عمالة تأتل وتتبح. والعالم كله ساكن. فالموظفين داخل البيت الابيض احتجوا على الكلام ده كله لدرجة ان مساعدي جو بايدن عقدوا اكتر من اجتماع مع موظفين البيت الابيض وارجع لاكسيس لو مش مصدقني يعني. هو اللي بيقول الكلام ده عقدوا اكتر من جلسة اا مع موظف البيت الابيض عشان يشرحوا لهم ويهدوهم لا والله اد احنا كم يوم هندخل اوقع تفتكر ان احنا هنسيب الموقف لا احنا هنضغط على اسرائيل والكلام الفرج ده كله اللي بيعود يتقال. بس في الاخر في غضب داخل البيت الابيض من الموظفين وفي غضب داخل الوزارة الخارجية. هل الموضوع وقف عند احتياجات البيت الابيض انا عاوز اقول لك ان هو طلع في الاعلام كمان. ليه? خد بالك ان النهاردة كاتبة في اا نيويورك تايمز استقالت. نيويورك تايمز الكاتبة بتاعتها ودي من اكبر الكتاب اللي موجودين عند النيويورك تايمز لان هي حاصلة على عدد كبير من الجواز. اسمها جاسمن هيوز. اا قدم استقالتها ونيويورك تايمز فيها حالة من اا القلق. ان الكتاب يستقيل. فخد بالك من حجم الاعتراض داخل الامريكا عامل ازاي? وده يوريك ان الكاتبة دي شايفة ان الجريدة نفسها بتغطي احداث مش صح. وشايفة ان الجريدة عمالة تيجي على العرب بشكل كبير. خاصة. فالموضوع خطير جدا. هل الغضب بوقف عند مؤسستين دول? لا في غضب تاني. ايه الغضب التاني? البنتجن او وزارة الدفاع الامريكية اثارت الغضب او على حسب ما بتقول جريدة بوليتيكو. ان وزارة الدفاع الامريكية حاولت تستفسر هي لايه اسرائيل? قصفت مخيم جبلية بالشكل ده. وضف الموقع عن مسؤول امريكي ان ادارة بايدن حثت اسرائيل على تنفيذ عملياتي استهداف دقيقة لتجنب الحاق الضرر بالمدنيين. ثانية واحد بس. انا بس حشرح لحضرتك اصلا الخبر ده مش هاين. انا قلت لحضرتك اكتر مرة ان امريكا ارسلت قوات خاصة داخل جزة او بتشتغل مع الجيش الاسرائيلي جنبا لجنب. ما بيخدوش حمليات كتالية. بس موجدين خاصة. بيرقبوا كل حاجة. ماشي. وبعدين امبارح قلت لحضرتك ان امريكا ارسلت مسيارات زاد اه تكنولوجيا متطورة جدا لرصد الانفاء وجامع معلومات استخباراتية عشان يعرفوا اماكن الاسرة فيه. خاصة? ففي تواجد امريكي اه عسكري في قطاع جزة. التواجد العسكري ده هو مشاركة في الجريمة. بس اخي حتى المشاركين في الجريمة بيستفسروا. ايه اللي خلى اسرائيل? تقصف مخيم جباليا. ايه مخيم جباليا? بس يا سي. دلوقتي قطاع جزة فيه تمن مخيمات لاجئين. يعني ايه? يعني خلي بالك من ايام حرب تمانية واربعين. وسبعة وستين. وكل الحروب اللي خضتها اسرائيل. اه مع العرب كان بيتم تهجير اهالي اه الفلسطينيين. خلاص? فقطاع جزة ده من اكتر الاماكن اللي استقبلت لاجئين الفلسطينيين. اه اتحجروا من اراضيهم. اه تم الاعداداء عليهم. وخدوا منهم اراضيهم وهجروهم لقطاع جزة. مخيم جباليا هو الاجبر. مخيم ده بيعيش فيه يقدر من مئة وعشرين الف لمتين الف. محدش عارف. بس بيقولوا ان مخيم جباليا ده الحتة دي هي الاكتر كسافة سكنية في العالم كله. يعني الناس بزنقة كانت بطعم. ماشي. حقيقة اسرائيل عشان مخيم جباليا ده موجود في شمال جزة. قصفته بعدد من القنابل المفروض ان ما ينفعش ان يتم قصفها. استخدموا القنابل الواحدة فيهم تقدر بطن. انشي. قصفوها عن مخيم ده. نيويورك تايمز فتح التحقيق. عشان تشوف يعني يعودين يشوفه. قالك على فكرة القصف ده مش مفهوم. يعني هما ليه قصفوا مخيم ده بقنابل تازن طن. والنيويورك تايمز نفسها بتقولك على فكرة القنابل دي. واضح كده ان ممكن ما تكونش بتستهدف انفاق. هما عايزين يقولوا ان الصهاينة بيرتكبوا جريمة. ان هما عايزين يقتلوا او يبيدوا الفلسطينيين. لان اسرائيل بتقول ايه? الهدف الاساسي ان احنا ندمر الانفاق. صح? مخيم لاجئين بتكصفه القنابل تقدر بطن. عدد ضحايا اه ضخم جدا. اه وعدد مصابين ضخم جدا. طب ليه? ده الامريكان نفسه مستغربين. بقول لها حالك وزارة الدفاع الامريكية بتسأل الصهاينة انتو بتكصفه المخيم ده ليه? معنى ان وزارة الدفاع الامريكية تستفسر معنى كده ان هم عارفين ان ما فيش اهداف عسكرية تحت. ومتأكدين ان ما فيش انفاء ولا قادة لحماس ولا اي حاجة بس اسرائيل بترتكب مجزرة. نوع من الوعي الارهاب. عاوزين يخلصوا اضبر عدد من الفلسطينيين على قد ما اقدروا. احبارت بالكريمة. بقولوا حالك. وزارة الدفاع. ايه ده? ايه الخبر يتسرب للاعلام. واسرائيل مش هستوقف الحرب. خالص. اسرائيل لازم تعرف انها مكملة. وزير الكرجال الامريكي مبارح طلب من الصهاينة يوقفوا القتال. يعني اعملوا هدنة انسانية. نخرج بس الناس. قالوا لأ مش هنوقف. هنكمل. نحن نريد فعل المزيد لحماية المدنيين الفلسطينيين معركة والجيش الاسرائيلي ضد حماس مهمة. ولكن من المهمة ايضا كيفية اجراء تلك المعركة. وتكمن اهمية ذلك في تجنب الفشل في حماية المدنيين لعوامل عدة. منها ان الفشل سيصب في مصلحة حماس. عشان تعرف ان المجازر مبطقفش. حالك عارف ان هارده اسرائيل كصفت بيت اسماعيل هنية عن اصد. هم قالوا بك ظلط. بس هو عن اصد. سالوخ نزل على بيت اسماعيل هنية ضمره. مين اسماعيل هنية ده? ده القيادة بتاع حماس كلها. طيب هل اسماعيل هنية كان داخل البيت? اسماعيل هنية في قطر اصلا. اسماعيل هنية في قطر. طيب مين اللي كان في البيت? عائلته. صفون كله. 14 واحد من اسر اسماعيل هنية قضوا عليه. او ده اللي بتقوله اه طعمه في اسرائيل. بيفتخر يعني. قال لك احنا قتلنا عائلة اسماعيل هنية. فده يوريك ان اسرائيل مش بتحارب حماس. اسرائيل بترتكب مجزرة لارهاب الدول الجوار. بيرهبوا دول الجوار. يا باشا هو المجزرة دي عشان يقولك ايه بلاش عشان ما تبقاش زي يا غزة. ده مسلا رسالة بيوديها لحسن نصر الله. ده مسلا رسالة بيوديها لايران. وبالمناسبة يعني. الفصائل الشيعية في العراق ابتدت تنشط بشكل كبير وتعهدوا ان هم حيبتدوا يكصفوا القواعد الامريكية والنهاردة قصفوا قواعدة امريكية. ليه بقولك الموضوع ده خبر مهم. لان خلي بالك العراق دلوقتي فيها جيشين. جيش اللي هو فصائل الشيعية ده او فصائل كتيرة جدا. والجيش العادي او الرسمي الخاض عن الدولة. الفصائل دول في منهم شيعي في منهم سني. الفصائل دول تعهدوا ان هم هيكصفوا القواعد الامريكية. ابقى خلي الجيش العراقية يتصدى ليهم. ما زالا يعني. تهمني ازاي? اعلنت فصائل عراقية استهدافها قاعدة خرب الجير الامريكية شمال شرقي سوريا بخمسة صواريخ. وهذا في قصف هو الخامس من نوعه خلال ايام. وكانت الفصائل العراقية هددت في وقت سابق باستهداف القواعد الامريكية ردا على الدعم الامريكي لاسرائيل في حربها في غسعة. وكانت قد تعرضت القاعدة ذاتها لقصف صاروخي اواخر الشهر الماضي. في نوع من انواع التقرق وخروج عن السيطرة في النظام في العراق. يعني ايه الجيش مش عارف يتحكم في الفصائل دي. عن فكرة الجيش العراقي المفروض ان هو اعلن الاستنفار. والمفروض ان هو هيحاول يوقف الهجمات دي. بس توقع ان الهجمات الفترة القادمة هتزيد على القواعد الامريكية في العراق. وبكده امريكا بتدفع التمن مع اسرائيل. برغم كده عشان تحمي اسرائيل تظل انها تحمي اسرائيل. سؤال في كام واحد ساب شمال غزة لجنوب غزة. الحقيقة عشان تعرف بس الخبر ده مهم ازاي. انا امبارح قلت حضرارك ان في وفد عسكري من الجيش الاسرائيلي وصل مصر. عاوزين يضغطوا على مصر عشان يطلعوا اهلي جزة لسينة. ما زالوا. انا بقول لك اول امبارح او اسبوع او اي انا بقول لك امبارح وفد عسكري جاي يضغط على مصر يقول لهم اتاخدوا اهلي جزة عندوكم عشان نخلص يعني. انا ما ينفس عملية عسكرية عند محور فلاديلفيا ده خلص الفلسطين كلهم هيتهجروا عند عند سينة. لان هو بيشتجل عسكريا قرب الحدود المصرية فهيتم الضغط على الفلسطين ان هم خلاص يرحلوا. احنا نتكلم في قرب الاتنين مليون وثلتمائة الف بني ادم هيترحلوا. فبالفعل اول خطة ان انت تهجر اهلي غزة نجحت. ليه? لان مسئول امريكي مبارح طلع قالك رصدنا ان في مليون بني ادم في غزة طرق الشمال وذهب للجنوب. واسمع الكلام خطير جدا ده. مليون بني ادم. سابوا منازلهم وراحوا الجنوب. الجنوب ده عند فين قرب الحدود المصرية بقى? يعني هم ايه داخلين كده ايه? اه بيسيبوا مناطق الاشتباك. وراحين الجنوب وبعد كده حيروحوا على سينة. ايه دي مرحلة التالتة. مرحلة التالتة سينة على طول. اما هيخلصوا الشمال خلصوا الجنوب يروحوا سينة. على مراحل بقى بس ايه? هيخلصوا. طلع محلل اسرائيلي على القناة في الراديو. حزر اسرائيل وقال يا جماعة احنا كده بنشتري عداء مصر. اتفاية السلام حتنهار مع الجانب المصري. اللي احنا بنشوفه وبنعمله ده في قطاع جزة هيؤدي عاجلا ام اجلا اتفاية سلام حتنهار مع الجانب المصري. ده مين اللي بيقول محل اسرائيلي? بيحلل الامور العسكرية. طلع على الراديو يقولهم كده. اتفاية السلام اه خلاص اه في طريق الانهيار مع مصر. بالك? فالكلام ده خطيل جدا. طيب. سؤال ليه اسرائيل مش عايز توقف الحرب? وليه اه اسرائيل مش عايز تنصت للجانب الدولي او حتى الامريكا? انها ممكن اه تدي هدنة مسلا. لكذا سبب. اولا خلي بالك ان اه اسرائيل شايفة ان لو هدنة واحدة اتعملت هيكر بقى بعد كده. ممكن ناصل الواقفة لقنر ده. تاني حاجة اسرائيل شايفة ان لو تم عمل هدنة حماس بتنتصر. وهي مش عايز تصل لكده. تالت حاجة ان اسرائيل لحد دلوقتي فشلة. يعني كل الخسائر دي وكل الارواح اللي راحت. وكل القذاف المدفعية والطيران وكل الخسائر الاقتصادية اللي خسرتها اسرائيل وما وصلتش لاي هدف من اللي هي عوزها. اللي حررت رهينة واحدة. واحدة. ما حصلش. عفكرة من كم يوم تلعوا قال لك ايه? قال لك احنا حررنا جندية اسرائيلية كب مختطفة. تلعك ايه? تلعوا مزورين في الحادثة دي. او اعتفتك انها حصلت. ابدا الجندية اللي افرادوا عنها دي اللي بيقولوا ان هم افرادوا عنها مكادش مختطفة اصلا. ده فيلم يا باشا عاملينه عشان يقصر على بتوع حماس. انها مكادش مختطفة. فلحد دلوقتي مفيش رهينة واحدة تم الافراج عنها. لحد دلوقتي ايه? حماس بتقصف اسرائيل. لحد دلوقتي في ضحايا من الجيش الاسرائيلي بيزيدوا. مفيش اي حاجة حصلت. وبالمناسبة اسرائيل مكادش عامل حسابها على كده. النهار ده رويترز بنزلها تقرير تقول لك ايه? تقول لك واضح جدا ان حماس بقالها شهر بتحارب اسرائيل. وحماس بيتم قصفها بمنتهى القوة. لازم انتعرف ان حماس عامل حسابها على حرب طويلة. مش حرب قليلة. اول ما قامت بعملية سبع اكتوبر وهم اه عاملين حسابهم على حرب طويلة. خزنوا اسلحة بشكل كبير جدا. بنقلوا مصانع الاسلحة داخل الانفاء. خد بالك من حتة دي اللي تقالت في انا بجيب لك مقالتين بيكملوا بعض. انا بجيب لك مقالتين بيكملوا بعض. انا بجيب لك ايه? قلت لك ده قبل كده ايران كان بيتهرب اسلحة لحماس ازاي? كانوا بينزلوا الاول شحنات اسلحة في السودان وبعد كده هربوها عن طريق مصر بتروح لجز. بعد كده اختروا حاجة جديدة بقى. قال لك حنعمل مصانع الاسلحة دي في السودان بشكل جيل الشرعي. ونهرب الاسلحة دي لقطاع جز. اخيرا نقلوا مصانع دي داخل الانفاء. فحماس اصلا عندها مصانع اسلحة داخل الانفاء بتاعتها. وده في منطقة خطورة. ده يوري لك ان حماس عندها قدرة لانتاج القذائف متوالية. يقدر عدد مقاتلي حماس باربعين الف مقاتل. يعني يخلي بقى لك على الكلام ده اللي بقوله لك ده خطيف جدا. فالنهار ده رويترز بتقول لك وفقا اللي احنا شايفينه حماس مستعدة لحرب طويلة الامد مع اه اسرائيل. واضح جدا ان شهر كتال ما وصلوش لأي حاجة. فالموضوع ده في منطقة الخطورة. طيب. ايه القادم بعد كده? بص. القادم ان اسرائيل اه خسائرها ضخمة. والقادم ان اسرائيل معاش وقت. انا جيت قولت احرارك ان اه انبارح سيان ان بيقولوا ان المسؤولين الامريكان اه الفريق الرئاسي بتاع جو بايدن. كلم اسرائيل قال لهم اه خلاص الدعم بتاعنا بيتآكل. في ضغط علينا دولي وضغط شعبي وضغط سياسي حتى الناس اللي شجرين عندي كمان بيعترضوا علينا. فانتو مش معاك وقت كتير. ده ده تحزين امريكي الاسرائيل. انجلس. معناش وقت. فخلي بالك الحرب دي لو انتهت بدون القضاء على حماس وهو ده اللي احنا شايفينه. اسرائيل بتكتب شهادة وفاتها. لازم تعرف كده. اسرائيل لو ما قضتش على حماس في الحرب دي. حماس هتبقى اقوى كتير جدا. والعملية التانية لان خلي بالك في مسؤول فلسطيني طلع قال احنا في المستقبل هنعمل كزا سبع اكتوبر. فبس سبع اكتوبر ده بقى يوم تاريخي حياملو زيه كتير قوي. فواضح جدا ان اسرائيل رحل هزينة. ولحد الوقت اسرائيل مهزومة. اسرائيل يعني حطت ايديها في الدم. وكل يوم عملة تخسر اقتصاديا وتخسر حلفاء. خس? وتخسر عسكرية كمان. بالمناسبة ارتفع عدد القتلى بتاع الجيش الاسرائيلي من مباح النهاردة. تاني حاجة لازم تعرف ان في 260 مصاب من الجيش الاسرائيلي لحد الوقت ده رقم كبير جدا. ليه? ان دول اتنقلوا في حالة خطرة. فالموضوع خطير. عارف يعني ايه? 260 اه ممكن يموت من الجيش الاسرائيلي ده ده رقم فاجر يعني. طيب. اسرائيل ما عندهاش رفاهية انها اه تستقبل كل ده. وخلي بالك. اسرائيل ما عندهاش مناطق اه حضارية ومناطق اه زراعية وكام ده كل. اسرائيل كل بني ادم فيها بيشتغل. فانت كده كانت بتقضي على قوة العمالة داخل اسرائيل. زائد ان انت هجرت ناس كتيرة من مستوطنات دخلتها في مناطق تانية. زائد ان انت قدت ايحاء لاي شركة هتستثمر في اسرائيل ان لأ في حرب قادمة. ما احنا معرفناش نقضي على حماس. فالهزيمة هتبقى مجزرة بالنسبة لاسرائيل. كل اللي انت بتشوفه ده في استعراض القوة. عفاكرة هم كبنها كده. يعني هم بيستخدموا اه قصف صاحق. صاحق. وبرغم كده مش هارفين يقضوا على حماس. فاللي انا عاوز اقوله يا جماعة استبشروا خير. الجزة هتنتصر. ان شاء الله برغم كل ده 29 يوم والصهاينة مش نكحينة يعملوا اي حاجة. معرفوش يضعوا لأي حاجة. انبارح الكاتب الامريكي اللي هو تومس فريدمند. قال لاسرائيل في نهاية المقالة. قال له ما تنزلش الانفاق. لو نزلت الانفاق. نهايتك. النهاردة اه طالما في اسرائيل طالعة تقولك المهندسين الصهاينة هيبتدوا يتعاملوا اه في المناطق اللي سيطر عليها الجيش. ازاي يدمروا الانفاق دي. واضح انها عملها معقدة جدا. حتى والانفاق فاضية اللي اكتشفوها يعني. مش عارفين يتخلصوا منها. موضوعها كريب شوية. نشوف الدنيا تمشي ازاي. حنشوف الامور هتمشي ازاي. على فكرة انتوني جلينكن اه النهاردة حيزور عمان او ووصل عمان بفعل. وحيلتقي بوزيري خارجية المصري والسعودي والاماراتي والاردني. ومعانو السلطة الفلسطينية. بس لازم تعرف ان اللقاء ده مش هيتلعوا منه بحاجة. حيسمع كلمتين وحيمش. لان الرجل كان موجود في اسرائيل ما عرفش يوقف طلق النار. يعني هيعمل ايه طيب? هيجو بقى يقول له ده احنا معترضين واحنا بنعمل. ولا حياخده ايها. انا بقول لك او. فهي دي اه النظرية. اسرائيل هتتهزم. ان شاء الله هتتهزم. لان ربنا كبير. اللي بيحصل مجازر ده مجداش عنه حد. خالص. ولا اي ديانة ترضى عنه. ولا اي حد بيفهم يرضى عنه. فاسرائيل ان شاء الله هتتهزم. والوقت بيقول كده. والدلائل بتقول كده. يا رب يكونش راح تخذلك الموضوع بشكل مبسط. ويا رب بنسل مصر. رب بنسل العرب. يا رب بنسل البلسطين يا رب. نحيا مصر سلام. موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة